أساء الخير لمشاهدين الكرام على شاشة قناة السعودية نرحب بكم من منطقة الباحة هذه المنطقة الغنية بمنتزهاتها السياحية وبغاباتها الرائعة وبأجوائها الجميلة أكاد أقول أن الضباب في مدينة الباحة يسكن في هذه الجبال ما شاء الله تبارك الله يوميا الضباب موجود الهتان والمطر من يوم ليوم أجواء جميلة ورائعة في منتزهات موزعة أكثر من ستة منتزهات في منطقة الباحة مجهزة بالكامل لاستقبال العائلات وزوار هذه المنطقة الجميلة اللي استمتاع بالأجواء الرائعة معي الآن الأستاذ سالم الزهراني نحييك ونرحب فيك نبغى نسألك على منتزهات الباحة والسياحة في الباحة أولا بسم الله الرحمن الرحيم ونرحب فيكم في منطقة الباحة ونشكركم لتاحة هذه الفرصة والله منتزهات منطقة الباحة لله الحمد تشهد أجواء صيفية رائعة يعني ما تصدق أنك في الصيف أحيانا تنزل درجة الحرارة لحدود السباطعش في بعض الأوقات الأمطار لله الحمد ونسأل الله أن يسقين الغيث وأجواء جدا ممتازة المنتزهات فيها نقلة نوعية جميع المنتزهات ليس رغدان فقط ولكن جميع المنتزهات منطقة الباحة اللي في المحافظات سواء المندق أو بالجرشي أو القرى أو العقيق حقيقة اللي نشاهد وفيها نقلة نوعية والله أستاذ سالم قل لي أجمل المنتزهات والله كلها جميلة عدد لي بعض المنتزهات الموجودة في منطقة الباحة في عندنا يعني الباكور اللي هو منتزه الأمير حسام شوفتنا عندنا غابة رادان هنا في عندنا غابات خيرة وليست غابة واحدة بل امتداد الغابات في عندنا في المندق غابات برضو كثيرة شوفتنا منتزه الفراشة شوفتنا ومنتزهات كثيرة منتزه الخلب أستاذ سالم أنت من المهتمين بالأحجار في منطقة الباحة هذه إضافة للمنطقة وجود عدد كبير من الأحجار والمعادن نعم طال أمرك منطقة الباحة من أغنى مناطق المملكة العربية السعودية بفضل الله بل معادن والأحجار الكريمة يعني السياحة الجيلوجية منطقة الباحة مهيئة للسياحة الجيلوجية ومن خلال منبركم أنا أوجه ندال صاحب السمو الأمير حسام من سعود الله يحفظه بأنه يهتم بالمجال هذا اللي هي السياحة الجيلوجية لأن منطقة الباحة غنية بالأحجار وبالمعادن النفيسة نعم فنتمنى أنه يتبنى الفكرة هذه وأنا لدي مبادرة في إنشاء متحف أو معرض دائم للمعادن في منطقة الباحة ماذا أشهر المعادن الموجودة؟ والله في عندنا طبعا عديدة ولكن المنتشر الجزمة لها الكوارتز بجميع صنافه طبعا في الكوارتز هذا فيه منه الترومالين فيه منه التوباز فيه منه الكريستال وفيه منه الكوارتز العادي وأيضا فيه معلومة برضو فيه الألماس الهيركمير فيه نوع من الألماس اسمه الألماس الهيركمير محافظة القرى من أغنى المناطق وأنا أراهن على الكلام هذا ما شاء الله تبارك الله حتى بناتك الجميلات معك كوثر سالم الزهراني وانت ما اسمك؟ بشاير سالم الزهراني بشاير انت وكوثر ماذا سويته؟ ما هو العمل اللي سويته؟ عمل حجار أشوف هذا هو؟ أيوه كيف سويته هذا؟ لسقته؟ بالغراء ليش سويته حجار؟ لا عشان بابا يحب الأحجار رح نسوي لنا لوحة حجار يعطيكم العافية شكرا لكم امسكيها يا قمد الله يحفظكم يعطيكم العافية ما شاء الله تبارك الله ثروات متعددة في منطقة الباحة إضافة إلى المنتزهات والثروة السياحية الموجودة فيها أيضا هذه البلد غنية بمعالم ومعادن وأثار كثيرة جدا تحتاج المزيد من بإذن الله في المزيد من اللقاءات القادمة سنتطرق إلى بعض هذه المواضيع إلى جانب المعلم الأكبر وهو السياحة في هذه المنطقة الرائعة بمنتزهاتها الجميلة وأجوائها الخيالية ترجمة نانسي قنقر